تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توب 5 اللي بيجيكم مني أنا محمد عواد كل يوم ثلاثاء عبر قناة سيلبي سبورت الأكتر تنموعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى رونالدو كان راي على مانشستر سيتي بطريقه لملعب الاتحاد فجأة واحد قال له وقف على ملعب الأحلام اتغيرت الطريق خطفت الصفقة حسب تعريف جماهير مان يونايتد للموضوع لكن مش أول صفقة في التاريخ بتنخطفه مان يونايتد نفسه تعرض لصفقات مخطوفة وخطف صفقات واليوم بحلقتنا حنتكلم عن صفقات خطفت بالتاريخ كانت منها ما صنع فارق تاريخي كبير جدا وهي اللي حنركز عليها ما رح نحكي عن صفقات ما عملت شي كثير يعني ما رح نحكي عن مالكم برشلونة أو فيدال لما خطفوا برشلونة رح نحكي أكثر وأكثر عن صفقات جاءت مخطوفة واستمرت سنوات وخدمة الفرق اللي سرقتها نبدأ بصفقة انخطفت بشكل لمستوى أنه اللاعب نفسه ما كان عارف أنه مخطوف نتكلم عن روبينيو ريال مدريد اتفق مع تشيلسي بده يبيعه خلص الموضوع جاهز الصفقة وصلت الكل شي تمام بس ما توقعت العقود تشيلسي استعجل نزل قمصار روبينيو في متاجره الصحفة الإنجليزية احتفلت بذلك الخبر وبدأت تتكلم عن تأثير روبينيو في المبيعات كان لسه الناسم آمن بروبينيو لكن إذا ريال مدريد زعلت وغضبت كيف تبلش تبيع قمصان لعب أنت لسه ما خلصت أنا وياك الصفقة يا تشيلسي هنا مانشستر سيتي كانت جاي عليه الملكية الإماراتية الجديدة كان مانشستر سيتي طموح بدي يوصل رسالة للعالم أنا أقوى من تشيلسي نفسه لما يتعلق الموضوع بالصفقات فجاء مانشستر سيتي الدخل على طول عن ريال مدريد دفع له تقريبا 32.5 مليون جنيه سترليني ويصبح فيها روبينيو أغلى لاحب بتاريخ النادي ريال مدريد وافقي بيع روبينيو انتقل لمانشستر سيتي ليكون بداية الإعلان والإعلام وكل شيء أنه مانسيتي بدأ مشروعه بلاعب كبير كثير زي روبينيو كثير كانت منه توقعات وقتها هون روبينيو راح على المؤتمر الصحفي وأثناء حديثه قال أنا والله وصلني عرض حلو من تشيلسي وافق عليه ريال مدريد وأنا عجبني يعني على المستوى الشخصي فوقعت عليه فقالوا له أنت جاي تلعب بمانشستر سيتي فاعتدر قال أنا آسف أقصد مانشستر سيتي لليوم بيعتقدوا الصحفيين الإنجليزي اللي حضروا المؤتمر أنه روبينيو بشكل أو بآخر كان مفكر حاله جاعة تشيلسي طبعا فيها مبالغة لكن فعلا في دقيقة واحدة بتغير مسار روبينيو من تشيلسي لمانسيتي ولا العلم ربما تغيرت مسيرة روبينيو نفسه لأنه لو راح على تشيلسي كان عم بيستنى مدرب برازيليا اسكولاري ممكن كان أخرج منه أفضل من اللي أخرجوا مانسيتي لأنه مانسيتي في تلك الفترة كان مشتري في كمية لاعبين كبيرة وخلونا نضلب مانشستر ونروع على عام 1993 اتخيلوا مانشستر يونايتد بفترة التسعينات بدون رويكين ما بيزبط آه في لعبين كبار آخرين بس ما بيزبط بدون رويكين بدون شخصية رويكين قتالية رويكين توازن رويكين لا لا في مشكلة بدون رويكين فتخيلوا هذا الشيء ما كان حيصير لأنه بسنة التسعين كينيدا أجلش كان مدرب بلاك بير وبلاك بيرن ووقته كان فريق ثقيل ومعه فلوس فقرر يجيب رويكين اللي كان نجم من نجوم نوتينغ هام فوريست اللي هبط للدرجة الأولى فبالتالي دخل كيني وقال له رويكين أنا محتاجك بهذا الفريق اتفقوا على كل شيء على العقد وعلى قيمة الفلوس اللي لازم تندفع لنوتينغ هام فوريست لكن اتحاجزوا الحمل البريقراطي ممكن يضرك اللي حصل بكل بساطة كينيدا قلش قلو معناش بس والله اليوم مكاتب نادي بلاك بيرن الجمعة في الليل بتسكر بدري فمنكمل العقد يوم الاثنين لأنه سبته أحد عطلئ مين اللي عرف سر عليكس بريكسون اتصل برويكين اقنعه قال له ما توقع معهم يوم الاثنين وتعالي تفضل مان يونيتد بتشرف فيك ورح رويكين على مان يونيتد وبيقول رويكين في سيرته الذاتية لما اتصلك بكيني داجلش يوم الاثنين وقلت له أنا مش جاي عندك انجن عصب بيقول ما حدا بيسرق مني لاعب ما حدا بيسرق من كيني داجلش لاعبيه كانت غدت فعله قاسي ويقال ذلك الموقف هو اللي خلى علاقة كيني بفريكسون سيئة جدا لا يمكن إصلاحها على كل حال مان يونيتد الآن بدون يتحملون جماهيره لأنه في سرقتين تاريخيات صارت منهم واحدة صنعت فارق كبير بتاريخ برشلونة زي ما حكينا تخيلوا مان يونيتد بدون رويكين فاجأ اقول لكم تخيلوا برشلونة لو ما جاء رونالدينيو واخذ الفريق خطوي للأمام يابل ما يجي ميسي وياخدوا للقمة المطلقة ببساطة في عام 2003 كان ساندرو روسيلو لابورتا متحدين مع بعض بدون ينفوزوا بالانتخابات كانوا الاثنين مؤمنين مع بعض بمشروع انه بيقدر يرجع برشلونة للواجهة ساندرو روسيل كان اهم شخص في نايكي في منطقة البرازيل وبالتالي كان بيعرف رونالدينيو من زمان علاقته كويسة رفعت تليفون على رونالدينيو قال له شو رأيك تيجي على برشلونة لو انا فوزت رونالدينيو قال له اوكي ونسي الموضوع من يونايتد اهتم بموهبة رونالدينيو اللي كان بارز جدا بكأس العالم 2002 وتأجل انتقاله ل2003 رحبا شسر يونايتد خلص الامور تقريبا مع باريس سان جيرمن بقيت شوية تفاصيل بعقد رونالدينيو الأمور تمام ساندرو روسيل بتصل مرة تانية بيقول لرونالدينيو انا حفوز بالانتخابات او انا بالاحرى افمنت الفوز بالانتخابات شو الان فرونالدينيو بيقول انا التزمت بكلمتي مع ساندرو روسيل ابلغت النادي الانجليزي انا مش جاي عندكم انا رايع على برشلونة برشلونة قدموا عرضه لباريس باريس اعطى فرصة لمن يونايتد انه يوازيه بالعقد والعرض لكن من يونايتد شهد انه المسألة مش مسألة 2-3 مليون يورو فرق سعب اللي دفعه هو ودفعهم برشلونة المسألة انه اللاعب قرر يروع برشلونة ورونالدينيو بيحكي انا فعلا اخترت برشلونة مهما كان عرض يونايتد بالنسبة لي لانه البرازيليين لهم تاريخ طيب وعظيم في برشلونة وانا طلعت على حق واثبت ان خطبتي بالذهاب لبرشلونة هي الصحيحة يعني برشلونة خطفت بتلك الفترة منه بيكهم لكن هو خطف رونالدينيو وخطفت رونالدينيو تأثيرها التاريخي كثير اكبر من ذهاب بيكهم لريال مدريد زي ما بنعرف على كرة القدم وبناء نادي ونروح لرقم اثنين وهي الاكثر ابحاكم انجاز التعبير منها تأثيرا نتكلم عن جون اوبي ميكيل جون اوبي ميكيل بتقدم بعام 2005 على انه لاعب لامان يونايتد بيعني المان يونايتد احنا اتفقنا مع الموهب النيجيري اللي بيلعب بالدور النرويجي ميكيل وحيكون لاعبنا السنة الجاي نادي لاين اوستلو النرويجي بيأكد الصفقة وكل شيء تمام ميكيل رعما يونايتد بيطلع بمؤتمر صحفي لابس قميص مانشستر يونايتد وفجأة تشيرسي بيعلم شيء خطير جدا ما قلت شو هدول بيسوه انا موقع مع اللاعب قانونيا ومع وكيل اعماله قانونيا مين هذا اللي اشترى ميكيل انا ميكيل ايدي صارت فوضى قانونيا متورة قانونيا اللاعب رجع على النرويجي يلعب موسم والمحاكم دخلت والفيفا دخل وصل انه انه منطقيا اللاعب قاعد بيقول انا ما كنت بدي مان يونايتد بس وقعت مع مان يونايتد لانه اجبرني ناديا بس انا كنت بدي اروح مع موكل اعمالي على تشيلسي يعني اللاعب موافق ورفض بنفس الوقت تاه الجميع فجاء تشيلسي بحل حطه على الارض الطاولي قال يا سيدي اسمعوا انا بتفعلكم هالطعويب وجبولي اللاعب لانه المسألة الاخرى كانت رايحة رح يلمان اللاعب من اللاعب ربما سنة او سنتين تشيلسي كان مؤمن بميكيل فدفع 12 مليون جنيه سترليني لمانشستر يونايتد و 4 مليون جنيه سترليني للنادي النرويجي ولعب مع ميكيل اللي خدمه 11 سنة زي ما منعرف وفاز فيهم بالدور مرتين وفاز بدور الابطال اوروبا كاهم بطولة تبقى ربما الصفقة الوحيدة التاريخية اللي خطفت بعد ما تقدم اللاعب على انه لاعب نادي معين ونختم مع المشهد الاهم مع المشهد الاقوى مع السرقة الاقوى الاخطر اللي صنعت فارق تاريخي جمهور برشلونة مش قادر يسامح مدريد عليها ابدا 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 ما زال يعتقد انه تم خطف التاريخ منه تم خطف خمس دوري ابطال وثمان بطولات دوري لو انتقلوا لبرشلونة لكان بقيمة تاريخية اعلى من ريال مدريد هم الان دائما بتسألوا شو اللي صار هاد القصة انا قرأت عليها كثير طول حياتي كل ما اقرأ شي اشوف شي وثائقي اشوف مقطع يوتيوب تصريح صحفي ياخي في كثير كلام بغير كلام شو القصة الحقية ما حدا قاعد بيعرف لكن في قصة عامة اعتقد هي اكثر قبولا عند الجميع ام يتكلم عن لاعب كانوا اهل اسبانيا بيعرفوا انه في معجز ذكروية غريبة في الارجنتين لانهم بيحكوا اسباني زي بعض ففاهمين شو بصير هنا الفريدو تيستيفان لاعب كان مع ريفر بلين انتقل لنادي كولومبي اسمه ميلو ناريوس هادا النادي هتعرفوا ليش له فضل كبير عريال مدريد سانتياغو برنابيو عرف انه اللاعب راح من ريفر بليت للنادي الكولومبي بلش يبني علاقات معهم عزمهم على مباريات ودي يلعبوها مع بعض في حين برشلونة كان عم بفاوض ريفر بليت فريفر بليت قال له انا اللاعب صح معاي بطاقته الاحترافية بفيفا بس انا معاي شريك اخر في اللاعب اللي هو نادي ميلو ناريوس الكولومبي اياما كان فيش منظم كتير عملية انتقال اللاعبين برشلونة فاوض ما عجبوش طلبات النادي الكولومبي شافها مبالغ فيها معقدة ولا العلم موافق علىها يا مدريد لاحقا لكن هو قال انا خليل افاوض ريفر بليت انت المعاقل ورغ القانوني سيبني من هداك ويلا نتفق اشترينا اللاعب يلا روح نسجله ففاجأهم الاتحاد الاسباني اسف ممنوع تسجيل اللاعب مش ملك ريفر بليت لحاله لازم تجيبوا لي موافقة الجميع صارت قصة كبيرة هون سانتياغو برنابيو باتصل بالنادي الكولومبي وبطير لعندهم بفاوضهم وبيختم الموضوع وبيقول قانونيا اللاعب للنادي الكولومبي ايامها زي ما قلت عملية الانتقالات الاحترافية ما كانت منظمة بطاقة لاعب ما غير بطاقة لاعب زي الان فريال مدريد رجع بده يسجل اللاعب كمان وجد نفس المشكلة ونفس الربط استنوا اللاعب يا ريفر بليت كمان في شي غلط صار في فوضى هون فيفا نفسه تدخل عشان يحل المشكلة فاعلن تعيين شخص اسمه أرماندو مونيوز كمنسق بين الناديين يحلوا هالمشكلة قاعد يفكر يسمع من الطرفين وجدت جميع على حق فقال شو رأيكم بحل بسيط جدا نقسم اللاعب نصين وفعليا كان عم بفكر هيك مش مزح سنتين بيلعب مع ريال مدريد وسنتين بيلعب مع برشلونة إدارة ريال مدريد وافقت على العرض لأنه أول سنتين من دي ستيفنو حيكون معنا أوكي إدارة برشلونة اترددت لكن رئيسها وافق بالنهاية بعض الناس بتقول أجبر يوافق بضغوط سياسية ربما ولما وافقوا ورجع لبرشلونة ثاروا عليه أعضاء مجلس إدارته وبدأت الاستقالات حتى استقال هو فتم تعيين مجلس إدارة مؤقت لبرشلونة جديد لكن حتى اللحظة كان سنتين بسنتين وفي تلك القصفقة بدأت ستيفنو يلعب مع ريال مدريد إدارة برشلونة مجلسها الانتقالي قريب للخبرة الكروية قال لك هذا طرع مبالغ فيها لاعب عادي لأنه في البدايات كان سيئ فاتفق مع ريال مدريد ريال مدريد يعطي شوية فلوس وياخذ اللاعب للأبد وفعليا هذا اللي صاره بعد من دفعت الفلوس اللاعب فجأة انطلق وصار بمستقبل آخر وكأنه كان كل المطلوب منه يركز بفريق واحد كثير من تفاصيل قصة ديستيفنو الناس بترفضها الناس بتصدقها الناس بتكذبها الناس بتخترحها ما إلها وصفة حقيقية لكن الأكيد الأكيد إنه ديستيفنو كان بطريقه لبرشيرونة وفي شيء حول ريال مدريد وفي تلك اللحظة وذلك التحويل كان في تحويل لتاريخ كرة قدم كامل من جهة لجهة من إقليم لإقليم ومن مدينة لمدينة ومن قميص لقميص هذه هي اللي صار في ديستيفنو هذه هي توب فائف صفقات تم سرقتها في الوقت الضائع في كرة القدم نصلنا إلى نهاية هذه الحلقة كالعادة بدكتكم تتركوا لايك على الفيديو وتشاركوه مع أصدقائكم المهتمين لو سمحتوا والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة